أنا أسمع برضو كلامك عن عبدالله طيب أرى عبدالله السعيد في حاجتين مهمين جداً عاوز أقولهم عبدالله السعيد صفقة لما الزمالك أتمها هو أتم صفقة بثلاث صفقات العيب رقم 6، العيب رقم 8، العيب رقم 10 هو ده اللي بيقوم بيه عبدالله السعيد دي نقطة الثانية الناس متصورة أن أهم العيب في الزمالك زيزو أهم العيب في الزمالك حالياً هو عبدالله السعيد يعني الزمالك هتأثر طبعاً بيغياب زيزو أنا بشوفه زيزو أفضل دعاً في مصر آخر ثلاث سنين ولكن عبدالله السعيد هو محور أداء نادي الزمالك ليه بقولك عليه أنه صفقة بثلاث صفقات لشان ما بيعمل كل حاجة في الملعب تعالي نستعرض لتصور بسرعة ووريك الرجل ده هو حلال العقد لكل مشاكل الزمالك في الخروج بالكورة وفي التلت الأخير وفي كل حاجة ممكن يعمل أمريج نستعرض هنا دي أول دي في التسعة أول ما هنا بص هتستلم في نص الملعب أعتقد ده ناصر ماهر نشوف الفريم اللي بعده على طول نمشي الكورة أول ما هنا بالزبط ناصر ماهر أنا يستلم الكورة على طول هيلعب الكورة لمحمد شحاتة محمد شحاتة هياخده الكورة هيطلع الكورة ليه أعتقد لعمر جابر دي كانت من قبلها كان عبدالله سعيد هو اللي مبتدي الهجمة لكتب وريك إزاي أنه هو اللي مبتدي الهجمة نادي زمانك بس هي جاد في النص مش مشكلة نشوف الحالة اللي بعدها عمر جابر هيرجع تاني هيدور على مين هيدور على عبدالله السعيد عبدالله السعيد يا كريم من لمسة واحدة مهما يضغط عليه طلع بكعب رجلك مفيش مشكلة كمل تدوير الكورة مفيش عندي أي مشاكل طول ما عبدالله موجود بص يا كريم لعب الباص هروح أستلم أنا مش هقف أنا هفضل طول الماتش بجري لغاية لما لعب الباص وجات الكورة تقطعت من نادي البنك الاهلي الكورة اللي بعدها هناك كورة تلعبت الكورة التانية ده لعيب رقم ستة اللي بيقوم بالأدوار مرانة عطية في الأهلي اللي هو لعيب رقم ستة استرجع الكورة بص يا كريم مضغوط عليه هيتطلع الكورة برضو صح هيتطلع الكورة حلوة لبنتيك ولكن بعد كده الكوة بقى وبنتيك أمي طلع بعد كده الناحي الشمال بتهجم النادي الزمالك نفس الكلام هنا الكورة هتاخد عبدالله سعيد نكمل الفريم عبدالله لعب الباص على طول لمحمد حمدي عبدالله هيبدأ يتحرك محمد حمدي هيقف يا جماعة وفين عبدالله عبدالله هو سلم الكورة عبدالله بص يا كريم عبدالله مواخد الكورة لاعب باص على طول لناصر مهر بس ناصر السلام هواحشه كانت برضو ممكن تروح أجم النادي الزمالك بص ما هناك الكورة دي يا كريم هو بيعمل كل حاجة الكورة دي قوت مضغوط من نادي البنك الأهلي أول ما محمد حمدي هيلعب الكورة بنتاج بنتاج هسلم الكورة عبدالله سعيد داخل عليه أسرع لعيب في الدوري يوقع النور تعالى ماشو ما فيش أي مشاكل تعالى مرقص الرجل ما فيش عندي أي مشكلة وهم داخل جوا عمق الملعب ولعب أوفر ناصر مهر وكتبقى تبقى ضرب الجزاء أو هجم خطر لنادي الزمالك طب الرجل ده أخبره ايه في الاستخلاصات أبو 39 سنة شهرين ده بص هنا هنا يا كريم دي كورة دي حمزة المسلوسي حولي تلعب الكورة الكورة هيقلش حمزة المسلوسي بص الفريم اللي بعده عبدالله دور وشه خلاص بقى كورة مع الزمالك عبدالله دور وشه اتقلشت من حمزة المسلوسي أول ما اتقلشت راحت لي يوقع النور يسكت عبدالله السعيد يرجع عبدالله السعيد يضغط وبص بنا يا كريم تقول ليه طبعا الكورة تلعط بص لحظة هنا نرجع الفريم يوقع النور هنا كممكن بمنتهى الصروح نحن عفين لعيب حريف ودايق بنتيك. كممكن يخش جوا عمق الملعب. لو لأن عبدالله السعيد وقفله فكل ما يوقع النور يجي رقص جواه الملعب يلاقي واقف. فيقوم طالع برا. ففضلوا الاتنين عليه. عاملين علي بلوك لغاية لما يوقع النور. هيلعب اوبر اي كلامه. هيضر نالت زمالك. عاوز اريك بس برضو نفس الكرة دي. عشان دي كرة الهدف. ايه اللي حصل. ادي حسام عبد الميجيد استلم الكرة. هيسلم ليه عبد الله السعيد. عبدالله السعيد هياخد الكرة بص بقى كريم. لحظة افنا. بص زوايا التمرير كلها مقفولة عليه. عندي مشكلة ما عنديش مشكلة انا عبدالله السعيد. هيجي هيعمل نفسه هيباصي. هيلاقي المعوضة في مشكلة. هيقف. نكمل الفريم اللي بعده. اول ما الفريم بعده ييجي. لأ ما بصاش. ام دخل خد الكرة تاني لغاية لما يوقع النور. اتحرك جزء كده او سنتي. ام لعب الباص على طول لمن? لبنتيك. بص بقى بنتيك هيعمل ايه? هيرفع الاوفر. اللي هي يخبط في ايد باسيوني. وهتيجي منه الفاول اللي جي منه. اول هدف لنادي الزمالك. اذا عبدالله السعيد بيعمل كل حاجة في الكرة لنادي الزمالك. لعيب رقم ستة. لعيب رقم تمانية. لعيب رقم عشرة. وضربة الجزالة في الاخر دي حاجة يعني بيسوف كيك للراجل. هيجي.